يا شهد يا شهد شهد عايزة ايه يا هامك ممكن يا شهد تديني الاسئلة اللي انتي حلتيها مش هينفع يا هامك انتي مش شايفة المسطر بيرائب علينا بيزعق ازاي ممكن ياخد الورقة مني ويتردني برا الفصل ما تقلقيش محدش يقدر يقول حاجة محدش هيقدر يقولك انتي يا هامك لكن انا عشان بنت عادية واهلي ناس عاديين ممكن المسطر اللي بيرائب علينا ياخد ورقتي ويتردني برا الفصل شهد انتي بتتكلمي انا مش قلت مش عايز حد يتكلم مع حد من اصحابه نهاي المفروض اخذ ورقتك واملك محضر غش وتردك بره الفصل يا مستر انا ما تكلمتش زيهان اللي كانت بتكلمني لا طبعا يا مستر انا ما تكلمتش انا بصف ورقتي ومركزة في الحل لو سمعت صوتك تاني يا شهد هاخد ورقتك وهطلعك بره اللجنة اتفضل يا مستر خد ورقتي انا اصلا خلصت امتحان يا بنتي لايه يا شهد خلصت الامتحان وخرجتي اعمل ايه دلوقتي اعمل ايه دلوقتي انا مش عارفة حل حاجة انا خلاص هسلم ورقتي واخرق ايه يا هانا بتسلمي ورقتك ليه انت خلصت الامتحان ايوة يا مستر خلاص اتفضل الورقة عشان انا همشي ايه دا يا هانا دا انت محلتيش حاجة خالص ما هو انا مش عارفة حل حاجة طيب انا هقولك حاجة يا هانا انا هديكي ورقة شهد صاحبتك تحلي منها وتنقلي بسرعة قبل ما حد ييجي ويشوفك وياخد باله لست بدري يا هانا الفضل وقت في اللجنة يلا كملي حل ما تسيبش ورقتك فضل اعودي مكانك حاضر يا مستر هروح اكملي الحل بتاعه اهم حاجة تسلميلي على بابا وماما وتقول لهم يزودوا الهدايا شوية فهمة طبعا طبعا يا مستر اما روح حلي بقى بسرعة اما اديها ورقة شهد من غير محد ياخد باله يلا بسرعة خدي ورقة شهد ميلي منها اخيرا حلت الامتحان اما روح بها سلم الورق اتفضل يا مستر خلطت الامتحان برافو عليك يا هانا يارب تكوني مبسوطة مبسوطة قوي يا مستر بعد اذنك هانا فأكده يا هانا تعملي فيه كده تطلعيني كدهب قدامي المستر يعني عايزاني اعمل هي يا شهد اقوله ان انا كنت بتكلم معاك عشان ياخد الورقة مني انا اصلا مش عارفة حل حاجة لا ماينفعش يسحب ورقتي انا صح؟ على العموم يا هانا انت لا صاحبتي ولا عرف وكل وحدة فينا تبقى الوحدها وفي حالة احسن برضو يا شهد شفتي شفتي يا شهد ايه اللي حصل بعد ما خرجت من اللجنة ايه اللي حصل يا سارة المستر اخذ ورقتك والدهل هانا تخلى منها وخلت اللامتحان كله من ورقتك وقال لها سلميلي على بابا وماما وقال لهم يزودوا الهدايا شوية انا سمعته اخدت بالي ازاي المرائب يعمل كده هو ما عندوش ضمير يعني انا اذاكر طول السنة وهنا تلعب وتاخد مجهودي كده على الجهن اكيد بابا هانا غني وبيدفع له فلوس كتير عشان يعمل كده ويساعدها في الامتحان وتنجح احنا حظنا وحش ان احنا ما طلعناش عندنا فلوس واغنية زي احلى هانا بس احنا عندنا ضمير وامانة فلوس الدنيا ما تقدرش تشتري الاخلاق ولا المبادئ والانسان من غيرهم ملوش قيمة ايه اللي بتقوليه ده يا شهد هو انت فاكرة نفسك عايشة في الزمن الجميل احنا دلوقتي يا حبيبت في زمن اللي معاه فلوس هو اللي اموره بتمشي وبيعمل بها كل حاجة ينجح في الامتحان ويغش في الامتحان ويشتري كل حاجة بفلوسك على العموم بقى ما تزحقش نفسك وانت اللي حصل ده وروحي ذاكر المادة اللي جاية وما تفكرش في حاجة اهم حاجة ان احنا نذاكر ونعمل اللي علينا يلا نمشي اهلا يا هنة يا بنت عملت ايه في الامتحان طمنيني وانت مالك انت بتسألي عن الامتحان ليه روحي يلا حضريلي الاكل انا جعانة فاضل يا ستة هنة انا اسفل هراها حضرلك الاكل ازيك يا ماما اهلا يا هنة يا حبيبتي قوليلي بقى عملت في الامتحان ايه طمنيني حليت كويس قوي يا ماما ما انت عارفة بنتك متفوقة ايوة كده يا حبيبتي انا عايزاك ترفعي راسنا انت عايزة بنت عمك وبنت خالك يجيبوا مجموع اعلى منك احنا بنجيبلك بدل المدرس اتنين وتلاتة واحسن مدرسين عايزاك تطلعي الاولى وتجيبي كل الدرجات النهائية طبعا يا ماما يا حبيبتي هو انا شوية ولا ايه هو بابا فين يا ماما بابا لسه في الشركة حبيبتي وبعدين انت تغذي بقى قبل الميستر ما ييجي عشان يشرح لك ويذاكر معاك حاضر يا ماما انا قلت للشغالة تحضر لي الاكل طب يلا طلعي غيري لبسك كريمة نعم يا ست ليلى جهز الغداء يلا بطرعة ستك هنا عايزاها تذاكر ومتتعطلش عن المذاكرة هلن يا ست انا بجهز الغداء اهو سلام عليك ازايك يا بابا وعليكم السلام ازايك يا شهد يا حبيبتي مالك زعلانة ليه كده هو الامتحان كان صعب ولا ايه لا يا بابا الامتحان كله كان كوي وخليته كله صح طيب مالك يا حبيبتي زعلانة ليه كده يعني لو قلت لبابا هيعمل حاجة مش هيعمل اي حاجة هيبدايق وخلاص وحتى لو راحل مدرسة واشتك اكيد مش هيقدر يعمل حاجة للمدرس ده ولا الهانة بابا هانة غاني ونفوزه كبيرة ويقدر يعمل اي حاجة وبشتري المدرسين بفلوسه شهد يا شهد مالك سكتة ليه لا يا بابا اصلا حصل موقف مع واحدة صاحبتي وضيقتني شوية بس عادي شوية وهبقى كويسة انا عايز ازافر عشان عندي امتحان بكرة مش عايز اضيع وقت ماشي يا حبيبتي ما تزهقش نفسك وركزي في مذاكرتك ادخلي بقى ارتاحي شوية وغيري لبسك وانا هحضرلك الغدر انا عاملك النهاردة صنية بطاطس بالفراخ اللي انت بتحبيها انا عارف ان هي مش زي بتاعت ماما الله يرحمها بس تعملها لك بايدي وهتعجبني يا بابا اي حاجة حضرتك بتعملها بتعجبني طبعا وبيبقى طعمها حلو ربنا يخليك ليا يا احسن قب في الدنيا انا حظ حلوة قوي ان انا عندي قب زيك كل البنات تتمنى ان يكون باباها زي حضرتك كده بالزبط طيب وحنين قوي ماشي يا شهد يا حبيبتي هزودلك المصروف بقى عشان الكلام الحلو ده يا سلام لو الكلام الحلو ده هيزودلي المصروف كل يوم كل يوم وانا نزلة هقولك قصيدة شعر ده انت بقى هتتحكي علي كل يوم بكلمتين لا يا باب مش هتحكي عليك بكلمتين ولا حاجة انت فعلا احنى قب في الدنيا طب يلا اطلعي بقى غيري لبسك وانا احضر الغد حاضر انا لازم اذاكر واكتهد واطلع الاولى وارفع راس بابا عايزاه يمشي ويقول بنتي اللي طلعت الاولى على مدرسة بروك هابن ومش هسمح ابدا للي حصل النهاردة انه يؤثر علي ويديني في مذاكرتي انا هذاكر واحسن من الاول كمان يا سلام على ريحة الاكل تسلم ايدي الاكل الجنن اول اما نادي بقى على شهد شهد يا شهد يلا يا حبيبتي الغدى جاهز صنية البطاطس بتنادي عليك نزلت اهو يا باب عشان اكل البطاطس بالفريق انا جعانة جدا ايه دا يا هنة انت صهرانة بتعملي ايه كل دا مش انت عندك امتحان بكرة المفروض تكوني نايمة او بتذاكري اصلا يا بابا شربت نس كافيه وخلاني اصهر مش جاي لنوم طيب يا بنت كنت قعدت تذاكري بدل ما انت مسك الموبايل تلعبي بيه كده ما ينفعش اهانة ضيعي وقتك مش انت يا بابا دافع للمدرسة وللمرأبين فلوس عشان يننجحوني اكيد هنجح بقى اذاكر ليه واتعب نفس وانا كده كده هنجح فح يا بابا برضو يا بنتي لازم تذاكري افردي حصل اي حاجة او المرأبين اتغيروا يزود الهدايا شوية وانتي مبسوطة قوي كده ليه هنجح انا عملت كل ده عشان عارف ان انتي دماغك مش في التعليم بس لازم تدرسي وتنجحي وتاخدي شهادي ولا عايزة بقى اولاد قريبنا يكونوا اشطر من بنتي انت بنت شوق نصار عارفة يعني ايه يعني مستحيل حد يجيب درجات اعلى من درجات ولادي لعينامي بقى الوقت تتأخر قوي حاضر يا باب هطلع انام يوه عايزيني انام لي انا مش جاي لي نوت انا هلعب على الموبايل لحد دا ما نام يوه هاخسر 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 اوف خسرت هابدأ جيم تاني يوه هو كل شوية اخسر ايه زبت ده ام اطلع اطمن على ستة هنة اشوفها تكون محتاجة حاجة وهي بتذاكر مش ممكن مش ممكن كل شوية اخسر كده اخسر كده لا ماينفنش كده مالكي هنة يا بنتي ايه ايه بتزعاي ومتنرفيزة ليه كده وانتي مالك امشي من قدامي انا مش هيقالك دلوقتي هابدأ وازل الجيم هاخسر هاخسر خسرت هاجبك كده يلا امشي انا يا بنتي كنت طالعة اطمن عليك ولا تطمني علي ولا حاجة يلا امشي بقى لازم تدخلي يعني مانا كنت هكسب الجيم بنت مغرورة قوي ومش مقدبة محدش علمها الادب تحترم الناس هي عشان فلوس بواها بتعمل كده ما ممكن الفلوس دي تروح في اي وقت بس معلش انا مستحملة شغلي هنا عشان المرتب اللي باغده فقمال لو كانت شطرة وبتحل في الامتحان ده كل اجاباتها بالغش وبفلوس باباها عامل ايه يا شهد يا حبيبتي في المذاكرة الحمد لله يا بابا ذكرت كويس بس طالع هنام بدري ممكن بقى حضرتك تصحيني الساعة 6 هراجع ساعتين قبل الامتحان حاضر يا حبيبتي عصحيكي بدري يلا نامي بقى هراجع بس الصفحة دي ونام على طول ماشي حبيبتي تصبحي على خير مقدرتك من اهل الخير يا بابا يا خبر انا محستتش بنفسي وانا بلعب الساعة بقت خمسة بل الامتحان الساعة 8 هم مدخل انام شوية انا مش قادرة شهد شهد يا حبيبتي يلا اصحي الساعة 6 اصحي عشان تراجعي صباح الخير يا بابا صباح الخير يا حبيبتي يلا قوم اخسلي وشيك وقودي راجعي وانا هعملك صندوتيات تفطري لا يا بابا انا مش هفطر دلوقت انا هراجع وخلص مذاكرة وبعد كده بقى افطر قبل مخرج اروحي الامتحان ماشي يا حبيبتي خلصت مذاكرة الحمد لله اما البس بقى واروحي المدرسة عشان ما اتأخرش ست هانة يا ست هانة يلا عشان تروحي الامتحان لا لا امتحان ايه انا ما نمتش كويس تبوني انام يا ست هانة مش فايقة ولا ايه يا ست هانة ده امتحان هو انا بقولك روحي المدرسة يلا يا ست هانة قومي هو انت برضو اللي بتصحيني ما قلتلك مش عايزك تصحيني وبعدين امتحان ايه وزفت ايه دلوقتي انا ما نمتش كويس طول الليل المفروض يأجله شوية يا ست هانة يلا عشان ما تتأخريش وقومي البسي طب يلا مش من وشي شهد يا حبيبتي مش عايزك تقلعي من الامتحان خالص انا النهاردة كنت بصلي الفجر ودعيتلي الكتير ربنا يخليك لي يا بابا يا حبيب ان شاء الله مش قلقانك والامتحان يا ربي يجي صحي واحل كله سلام يا بابا مع السلام يا حبيبتي مطلع لبسانة بقى عشان اروح شغلي نتعبانة قوي مش قادرة روح الامتحان لو كان يتأجل النهاردة فانا هروح بقى ومش هتعب نفسي كده وكده المدرسين بيرششون ربنا يسطر بقى والامتحان يجي ساهل انا رجعت كويس وانا كمان رجعت كويس وكنت بذاكر طب يلا ندخل اللجنة بقى يلا استعدوا عشان هوزع ورق الامتحان اتفضلي ورقتك اتفضلي ورقتك اتفضلي ورقتك كل واحد يبص في ورقته ومحدش يتكلم مع حد فاهمين؟ ايه ده؟ هي هانا بصة في الورقة وساكتة كده ليه؟ تلاقيها مش عارفة تحل حاجة انا لا هكلمها ولا هساعدها هي ما تستهلش اطلا ايه يا هانا مالك؟ بصة في الورقة وساكتة ليه كده؟ حللي انا 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 يا ميز هانا 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 الحي يا ميز هانا اغمى عليها انا هتصل بالاسعاف بصورة